كرة كأس العالم لكسار القامة الأرجنتين 2023 بمشاركة منتخباتنا المغرب والعراق السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله في قناتنا قناة كريم الهنداوي بنتابع كل الأحداث الرياضية وكل الفئات المختلفة تابعنا منتخبات مبطوري الأطراف تابعنا منتخبات المكفوفين وكرة القدم السداسية وأيضا الفوتسال كل الرياضات بكل مختلف فئاتها الحمد لله بنتابع يعني مصابقتها الدولية والمحلية والقرية في قناتنا قناة كريم الهنداوي هذه المرة سنتابع ونبدأ تغطية بطولة كأس العالم لقسار القامة اللي هتقام في الأرجنتين بالمناسبة دي النسخة الأولى من البطولة والحمد لله هيكون مشارك في هذه البطولة منتخبين يمثلونا ويهمونا منتخب المغرب لقسار القامة ومنتخب العراق لقسار القامة لكن في بداية الفيديو أتمنى الناس تدعم الفيديوهات دي بالذات باللايك وبالاشتراك وبالشير عشان نسمع كل الناس ونعرف كل الناس إن فيه هنا منتخب لقسار القامة مغربي وعراقي يحتاج الدعم والمساندة مثل ومثل كل المنتخبات وكل الفئات لابد لهذه الفئة المحترمة القوية اللي عندها عزيمة وإرادة إن احنا ندعمها بقوة ونعرف الناس بها ونعرف الناس بالبطولات اللي بتشارك فيها ونقول للناس هنا منتخبات قوية يعني عندها قوة وتحدي وإصرار وعايزة ترفع عالم بلدها عاليا في المحافل الدولية أرجع وأقول لك إن دي النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لقسار القامة والأرجنتين هي اللي هتستضيف البطولة في الفترة من 6 نوفمبر 2023 6-11-2023 إلى 12 نوفمبر 2023 12-11-2023 بمشاركة 16 منتخب النسخة الأولى هيكون فيها 16 منتخب وفيها منتخبين يهمون وطبعا هنتبعهم وندعمهم بقوة منتخب المغرب ومنتخب العراق طيب المتخبات المشاركة هي المغرب العراق إسبانيا أمريكا وفرنسا والهند والإكوادور وبوليفيا وباراجوي وتشيلي والمكسيك والبيرو وكولومبيا وجواتيمالا والبرازيل والأرجنتين طبعا البلد المستضيف أسماء كبيرة في عالم الرياضة أعتقد أنها ستكون بطولة قوية جدا جدا كل الدعم وكل المساندة لمنتخب المغرب ومنتخب العراق المنتخب المغربي والعراقي كانوا شاركوا في آخر الشهور في شهر مايو تحديدا في بطولة كأس الأفرو أسيوية كان فيه منتخبات من أفريكيا ومنتخبات من أسيا وكانت البطولة بتستضيفها المغرب خاصة في مدينة القنيطرة وكان المنتخب المغربي والمنتخب العراقي موجودين في هذه البطولة كأس الأفرو أسيوية وفاز بلقب البطولة المنتخب المغربي للقصار القامة كأس الأفرو أسيوية البطولة هتبدأ يوم 7 نوفمبر 2023 اللي هو يوم السلساء إنما القرعة بالنسبة للقرعة الرسمية لهذه البطولة والمعرفة المجموعات هتكون يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 القادم بإذن الله 6-11 16 منتخب هيتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات كل مجموعة فيها أربع منتخبات إن شاء الله المغرب والعراق يكونوا في مجموعة متوازنة عشان يقدروا يوصلوا في البطولة ويروحوا للأدوار المتقدمة في حاجة مهمة جدا 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 الكابتن هشام الدكيك هشام الدكيك اللي بنرفع له القبعة ومنعقول له مليون تحية لهذا الرجل الوطني الراجل المحترم الراجل اللي مجتهد اللي بيشوف كل المنتخبات اللي فيه طبعا المغرب وبيحاول يدعمها قدر المستطاع هذه المرة المنتخب المغربي لإقصار القامة لقى يعني قبل الصفر دعم كبير من الكابتن هشام الدكيك مدرب المنتخب المغربي للفوتسال الكابتن هشام الدكيك تكلف بالتربص الاعدادي للمنتخب المغربي لإقصار القامة في مدينة القنيطرة قبل التوجه إلى الأرجنتين وتابع الدكيك كل التفاصيل وتابع كل الاستعدادات للمنتخب المغربي لقصار القامة وكان واقف بنفسه على الاستعدادات الأخيرة مع اللجنة الإدارية لقصار القامة قبل الصفر للأرجنتين أيضا كل التحية للجامعة الملكية المغربية بقيارة فوزي لقجع السيد فوزي لقجع اللي هو برضو بيدعم بقوة منتخب المغرب لقصار القامة قبل الصفر للأرجنتين أيضا المنتخب المغربي بالمناسبة وصل النهاردة إلى مدريد هيسافر إلى مدريد هو وصل إلى مدريد وبعد كده هيسافر إلى الأرجنتين المنتخب العراقي أيضا لقى دعم كبير من الاتحاد العراقي لكرة القدم بقيارة السيد عدنان درجال واللي قال ان احنا وقفين على كل الاستعدادات وبندعم المنتخب العراقي لقصار القامة ليمثل العراق تمثيلا مشرفا في كأس العالم ايضا تعهد درجال بتوفير كل المستلزمات طبعا للنجاح في هذه البطولة والمدرب والمدير الإداري واللاعبين في المنتخب العراقي وعدوا الجميع بتمثيل العراق تمثيل مشرف واحنا بدورنا من قناتنا قناة كريم الانداوي كل الدعم لمنتخب المغرب ومنتخب العراق في هذه البطولة وبدأنا التقطية وان شاء الله نتابع معكم كل الاخبار الجديدة اتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته